أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرى حب ديوفي ونجمنا الكبار النقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهير إزاك أستاذ جمال أهلا بيك كبتر شرف النور وهارض لك مبارح الحمد لله على كل شيء وإن شاء الله بس نتعلم من هذا الدرس أستاذ عصام شلتوت نقدنا الرياضي وأخونا الكبير إزاك أستاذ عصام زكت هارض لك مبارح طبعا لا هارض لك لي أنا ما فشلتش أقول الكلام ده للناس اللي فشلة أنا راجل عملت اللي علاية وكتب شجعته وكتبته وعملته وانقذوا كروش من الغضب وسقفوا الكروش حاضر وسقفوا لضياء حاضر وقولوا كل الكلام الحلو حاضر من درجة أننا أحيانا ما كان يجب أبدا أن نفعل كامل ما فعلناه عشان أبقى دقيق لكن كمان قلنا هنا وقلنا في كل حتة وكنت بتتحكم وقلوك أبقى لحاجة كروش مش هجابها البر ما حدش كان مسدق راجل يا عمي يقعد أهلا بيه ما هو في الآخر في الآخر لازم قول الأمر نقول لهم صوتنا أستاذ جمال لا أستاذ 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 بيتكلم لا أستاذ أستاذ لا وعلى فكرة هو رأيه كل رأيه كلام كتير ولا الناس اللي جات مشغولة اللي لسه بيشتغل في القناة واللي لسه بيشتغل مع شركات وكل الهرتلة هي هي وبعدين الناس بتحترمنا في الشارع لازم نقول لها كلام إلى جانب أقول الأمر وأقول الأمر مش اللي ظاهرين قدامنا أقول الأمر دولة بنقول مصر الجديدة بنقول الجمهورية التانية لا هم كمان يعملوا اللي عليهم لأنه الحقيقة يعني لأنا شايف سطاف ولا أنا شايف تيكتيك وعملين يقول أصله عبر بينا عبر بينا إيه وانت عمال تقع من عالكوبري تروح ماسك في حروف ولا أفلام جيمس بوند ويقول لك عبر بينا عبر بينا فين يعني ده حتى جيمس بوند كان بيعمل عشان استخبى من الأعداء ده ده راجل جيمس بوند كان ماشي وراء بيت ألف واحد ما أنا بقول له لأ كمان أنا آسف يعني أنا اخترت نموذك غلط لأنه التاني كان بيعمل كده بمزاجه بالعكس ده كان لما بيمسك بحروف صحابه يعني بيرجع وينجح وكذا تعرف أنا كان سؤالي التاني إيه إنه صعب يا كابتن أنا آسف يعني أن أنا ما خلتكش تبدأ بقى سهلتك كان سؤالي التاني هو سوز أصاب قفله لا قفله لا مش قفلت يا كابتن يعني أنت تقول لي لو حي أنت معه أنه هو يكامير ولا لا يا كابتن أنا لا معه ولا ضد يا كابتن تصريح مبارح يعني لو صح أنه من مع الوزير أنا براجح حضرته فيه هو دايماً بيسمعنا ودائماً بنقوله اللي هو يقولك مش هنهد المعبد المعبد مش كيروش لا المعبد ده محتاج بياض محتاج الحيطان تنزل ونشتغل تاني ويبقى عندنا سيستم كرة يتفضل ويخليهم يترجموا له يعني إيه اتحاد كرة من أساسه وده ما ياخدش معنا ست شهور يعني إيه لجان يعني إيه حكام يعني إيه مسابئات يعني إيه مسابئ الدوري يعني إيه كل حاجة كل دعا مسابئ الدوري المناسبة ما قصدش يعني إيه ملأ ما أنت بتعيد سياغة كل الأمور وعشان الرابطة كمان ما هو الرابطة يا رابطة يا رابطة يعني بقدونس ده رابطة أندية محترفة يعني لازم أشوفها زي ما بشوف كل العالم ونبا كابتن ما تتضيقش عشان بقولك كلام على مسؤوليتك على فكرة يا سوس عصاب أنا دايماً حبقى عكسك براحتك هتعكسني ولا تبقى عكسي لأ عكسك في الكلام انت بتتكلم بلغة اللي غائبين ما هو حقك أنت تاخد ضمير الجائب يعني وعشان كده احنا مش هنحرج دايماً أمرك ما تقدر تقول للمقدم أو اللي بيدير الحوار رأيك انت إيه يا صعب إلا لو هو برنامج تحليلي حضراك بتطلع لوحدك بتتناول بالتحليل أحياناً أحياناً الناس بتخلط يا جماعة بين أنك انت بتتحدث عن إسلام الشاطر في شغل الكورة وأنك انت كده بتبقى قليل الزوء عن إسلام الشاطر على بعض ومس صحيح أنا فاصل بين ده وبين ده حتى لو صحبي وما بنسبش بعض لكن في الآخر ومش أقول بقى في حاجة اسمها مصر لا في حاجة اسمها صناعة بتتدهور أنا مش أقول مصر أكبر من ماتش كورة وأكبر من أنها تروح كاس العالم وها 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 مصر يعني صناعة يعني بلد بتقوم عليها صناعات كثيرة جداً بلد بتعمل محاولات إنها تقفز على أشياء كثيرة ما تجيش أنت بقى وتقول إن الناس دي هتعمل كورة إحنا كده أقسم بالله نساهم بقدر الناس لما تقابلنا في الشارع لازم نتوارى أمام خجلاً إن احنا بنسيب اللي بيحصل ترجمة نانسي قنقر